الحياة الفام زهرة الحياة اليوم احنا في طار برنامج معدل قيروان من طرف الوكال الامريكي للتنمية تحت الشرف فولية قيروان والمندوبية الجوائل السياحة بالقيروان البرنامج هذي هو جزء من برنامج كبير ياسر في مشروع في زي تونيزيا البرنامج هذي اليوم يعني بالمحيط السياحي احنا كنا معانتها جلسنا مع مختلف الاطراف في عمل تشاركي في العديد من الهيكل الموجودة في جهة القيروان ادارات عمومية وايضا النسيج المجتمعي في ولاية القيروان اللي انحيوهم برشا كانوا شركاء معانا في عدد البرنامج هذي البرنامج هذي فيه خمسة محاول المحور الول هو العناية بالنظافة العامة للمحيط السياحي اليوم انطلق الفعاليين للحملة هذية وبش تستمر مدة ثمانية ايام منها على 11 سبتمبر حتى 18 سبتمبر اليوم اخترنا شرع ابراهيم ابن الاغلب اللي هو تمر منه العديد من راحل السياحية والعديد من زوار وولاية القيروان امتد البرنامج من وكل تحياء تراث الى غاية مقام ابي زمع البلوي بش نختتموها الحملة غادي بقية الاسبوع فم عدد محيط معالم زيارة في مدينة القيروان في مدينة العتيقة وايضا في المسلك السياحي نهار 18 نختتموها في المسلك السياحي الحملة هذية نتعلم لنظافة شون فيها فيها نظافة المحيط فيها تقليم الاشجار فيها الرفع للفضلات البلاستيكية اللي هي عدوة الطبيعة وايضا الغاية منها الاساسية هي توعية للشباب المساهم عنها اليوم عنها ثلاثة جمعيات مساهمة بسيفة مباشرة الكشافة التونسية جمعية الجي سيهي وجمعية المحيط العناي بالطبيعة والمحيط في القيروان حبيت أن نواجه لهم شكر كبير يا سر كانوا بحثينا من صباح البكر وكيما تشوفوا اليوم ما كخرت عليهم معانتها في معانتها وسط العمل المتاحهم مشكورين جدا مشكور اي طرف ساهم معانا ايضا من فوتوش بالذكر بلدية القيروان اللي هي وفرتنا الامكانيات والتجهزات الكبيرة لمعانتها رفع الفضلات ثقيلة وبقايا الأعشاب التفايلية في إطار معناها تنسيق مع السياحة ومع المنظمات المجتمع المدين من جمعات المداخلة هو في إطار برنامج حملة نظافة حتى من بداية 9-11 حتى يتواصل حتى النوفمبر وإطار الحملة هي في إطار الترويج لمدينة القرآن وفي إطار الحق الناشاء والمجتمع المدينة المحافظة المحيط المشاركة في المضافة المحيط احنا بالعكس حاجة كما نتميز وحاجة تفرح موجودة كالسياحة وكمنظمات مع البلدية متوجدين ناس كل احنا شاء الله بتبع الحاول وانا بش تمس المدينة العطيخة بش تمس المسلك السياحة في إطار الحملة النظافة بالتنسيق مع الجال في زيتينيزيان احنا في إطار انطلقنا بالتنسيق تم برام جلسة بالتنسيق مع البلدية والتزيز والفلاحة والولاية وانطلقنا في برنامج حملة نظافة بش تنظيف المدينة القروان وفي تار الاستعداد حتى للمولد انطلقنا ووضعنا برنامج وانطلقت حملة النظافة وقاعدين نتابعوا فيها حتى الميدانين نحاولوا احنا من منبر حيات افام دعوة المجتمع المدني للجماعيات الفعلة ماذا بينا خل تقبل وتشارك على حملة النظافة وتشارك على تنظيفة القروان ان القروان تسحق للناس كل تسحق رأي كدولة وكسلطة وكمجتمع مدني نحنا حاجتنا شنو الهدف حاجتنا هعطيه صورة مزيانة للقروان ان القروان تسحق منها برش حواج احنا شعلا نوفقه وشعلا العهده بيسقدموا برشي اذا فات القروان وشعلا مشي في المسار الصحيح شعلا احنا في تار المولد وشعلا بشعلا المولد الدولي بيتبيع بدولي بيش يكون في صورة جديدة وبيش يكون متميز شعلا بتنظيم جلسات كما تعالى علم مع السياحة والثقافة وتم تدعيم المهرجان تمت زيارة ميدانية للمعاينة المآمنة الفسقية والمكان بيسير فيها الاحتفلات شعلا بتكون صورة مزيانة احنا حرسين شعلا خاصة في تار النظافة بالتنصيق مع البلدية وخاصة موضوع النظافة مهم جدا في الجهة والعناية بالبيئة والمحافظة المحيط احنا حدث في اليتار هذا انا بذيب كل المجهودات شعلا بتنصيق مع البلدية كما قلت لك انتلقت حمله وبش نتابعوها شعلا بتتنظيف المداخل المدينة وفي البلقائع اللي حددناه والماكن اللي تستحق التنظيف دعوة المجتمع المدينة كل القرون اهل القرون وكل مواتيني القرون ماذا بنا كله شوية شوية تنتنظف المدينة وتولي سورة مزيانة وتولي حاجة القرون لان القرون في حاجة كما قلت لك حاجة برشة في حاجة للا برشة لنا ويزمنا نعطول الاذافة وانقدموها لان القرون يا رأي تستحق اكثر من هذا القرون عاصمة ثقافية حضرية دينية عندها مكانة متميزة فمثني ان شاء الله ربي وفقنا ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله نعطو صورة جميلة للقرون بتبعها بالسلوط الجوية ومحلية ومجتمع مدينة ومنظمات ويدرات الجوية بس كل نخدمه بطار تشاركية لاني صالح الجهة ولا اكثر ولا قلب نحب نشوفوا قرونها مزيانة